متسبح على حضراتكم من جديد خلاص الجوحر درجات الحرارة هي بترتفع بشكل مستمر فده لازم يكون يعني بيصحبوا بعض العادات الغذائية المعينة خاصة ان الجسم بيحتاج لسوائل اكتر وفيتامينز وفيتامينات وعناصر غذائية عشان نفضل محافظين على نشاطنا عشان كده احنا النهاردة هنعرف كل بقى المواضيع دي ايه التغذية الصحية السليمة في فصل الصيف ايه المفروض ناكله و ايه المفروض نعمله ندفنا الدكتور مروان سالم اخصائي التغذية العلاجية ايه يشرح لنا الطرق وخطوات التغذية الصحية والسليمة بسبوع الخير احداكي دكتور صباح النور عليك يا جمالة صباح النور عليكم جميع طيب احنا الجو حر وده غير بقى ان فيه رتوبة فبتزود الحر فايزين يا رب حضرتك بقى ايه يعني اهم النقاط اللازم نركز عليها اول كده ما بنصحى الصبح لانه فيه ناس مثلا تصحى الصبح تاخد تشرب حاجة سخنة وتنزل من غير ما تفطر ايه الفطر المفروض ايه الاكل المفروض ناكله بداية كده من ما بنبتدي يومنا طبعا هو في الفترة اللي فاتت طبعا يعني الجو شهد ارتفاع كبير في معدلات درجات الحرارة وده كان يعني انعكس بقى علينا في المستشفيات ان احنا بقىنا نلاقي ناس جاية في حالة تشوك مشي في الشمس فترة طويلة وخد صدمة من الشمس وما عملش يعني ما غطاش ان هو مشي فترة طويلة في الشمس وفقط كمية سوائل عالية عوض هذه السوائل او كان مثلا حاجة ابتدت ان هي مثلا ان هي تعوض له ترتب له اي حاجة ما فيش اي حاجة خالص من الحاجة دي عملها فبالتالي وصل في الاخر لمرحلة اللي تشوك اول حاجة مبدئيا مش شرط وجبة الفطار عشان فيه ناس يعني فاكرة ان وجبة الفطار دي رقم واحد وان هي مفيش لا غنى عنها لا الكلام ده كلام مش صحيح وكلام مش علمي انت هتاكل حضرتك لما تشعر بالجوع يعني شعرت بالجوع الساعة واحدة هتاكل الساعة واحدة لما تشعر بالجوع لما تشعر بالجوع شعرت بالجوع الساعة 12 هتاكل الساعة 12 لكن مش شرط ان انا اصحى الصبح فهبتدي ان انا هفطر انا كنت فاهمة كده والله لا فطبعا لما تشعر بالجوع هتبدأ حضرتك تتناول الوجبات بقى اللي هي من المفترض ان هي تكون صغيرة وتكون خفيفة لو حضرتك مثلا في الشغل او كده عشان الدم كله مايروحش لبرده المعدة في ظل برضو درجات الحرارة العالية ده برضو بيأثر على التركيز هتلاقي فيه نسيان كتير هتلاقي فيه تشتت هتلاقي فيه حاجات كتيرة جدا انت فقطها مبدئيا لازم نحافظ على كمية المية كمية المية دي بقى اللي هي لا غنى عنها يعني هي دي الفطار وهي دي الغداء وهي دي كل حاجة ده رقم واحد رقم اتنين نحافظ على المشروبات اللي هي تمدنا بالطاقة ولكن ما يكونش برضو فيها سكريات عالية جدا يعني مثلا بنشوف الامة وهي مودية ابنها مثلا الامتحان الصبح في ظل هذه درجات الحرارة تدي له عصائر مليانة كميات سكر عالية جدا فبالتالي هيرتفع الانسولين اللي موجود في الجسم فبالتالي الانسولين ده هيهبط كل السكر اللي موجود تاني والطفل هيشعر بالجوع أثناء الامتحان وهيشعر بعدم التشتت بقى والنسيان وكل حاجة وعدم التركيز كل الحاجات دي كلها هيشعر بيها أثناء الامتحان فبالتالي احنا بنقول لها كده طبعا فيه بجانب العصير يا دكتر فيه سندويتش الحلاوة وسندويتش الحلاوة برضو سندويتش الحلاوة حلوة وما فيش اي مشكلة ولكن انا بكلمك على وجبة العصير اللي هي المعلب كميات سكر رهيبة فكميات سكر دي بتعمل يعني انسولين سبايك بتطلع الانسولين طريقة عالية جدا بتعمل شوتينج لين هو يطلع بكميات كبيرة جدا الانسولين هيبدأ يشيل كل السكريات اللي موجودة حتى في الاطفال الكلام ده في الاطفال حتى في الاطفال احنا بنشوف اطفال دلوقتي مريدة سكر كتير جدا فطبعا يعني بنشوفها فيه موضوع الاطفال والطلبة بتوع المدارس والناس ذي كلها فبالتالي بييجي فيه اثناء الامتحان يا اما بيفك التركيزه يا اما بيدوخ ويشيلوه يودول المستشفى يا اما بيبقاعد عنده خمول نتيجة ان هو مش خطأ من الاول فطبعا بننصح الام ان هي وجبة خفيفة جدا وليكن زبادي جبنا قريش بيد ما الكلام ده يا دكتور برضو خلينا وقعين ما بيوش هحبو الاطفال يعني كل الحاجات اللي بيحبوا الاطفال لانشون مسلا جبنا رومي الحاجات كل الكلام ده مدر ما حولانشون صعب ماش ممكن نقول جبنا رومي سندوتش لايت جبنا رومي ما فيش اي مشكلة العش يبقى عيش بلدي ما يبقاش عيش فينه حلاص عشان هيسبب انتفاخات شديدة جدا عند الطفل طبعا الطفل بيبقى متوتر فيه ادرينالين فيه نور ادرينالين فيه كورتزول كل ده طالع في الجسم بتاعه فبالتالي هو في حالة يعني تأهب للامتحان فالهرمونات بتاعته كل لها متأهبة للامتحان مش متأهبة للوجبة اللي هو هاخدها دي فده برضو من الاخطاء اللي الام بتعملها في صباح الامتحان طيب دكتور وحضرتك كلمت على اهمية المية المفروض كمية المية اللي نشربها قدية إن كان للكبار او الاطفال طيب احنا كمية المية للكبار بنقول بداية من 2 ل 3 لتر يعني ده بالنسبة للكبار الاطفال عند العطش يعني الاطفال عند العطش الاطفال بنقول عند العطش فدي من الحاجات المهمة يعني اللي احنا لازم نركز عليها إن إزازة المية أو زجاجة المية لازم تكون معانا بصفة مستمرة في كل حتة في العمل في السيارة في برة حتى وإحنا ماشيين في أي حتة معانا زجاجة المية على طول ملازمة لنا يا دكتور يعني الاطفال مش ممكن ما ياخدوش بالهم يعني إحنا على الأقل حتى لو مش عطشانين مدركين أهمية المية فبنفتك إنه هنشرب بس أطفال بيجروا بيلعبوا يعني هنحط قدامهم المية هنحط قدامهم المية هنفكرهم لكن مش هنضغط عليهم يعني مش همسك الزجاج كل شوية اشرب 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 لا هو الطفل بيبقى عارف احتياجه خلاص هو عطش فهيبدأ إنه هو يشرب في بعض الأطفال بقى في التمرين وكده بتنسى ماشي ده ممكن نحن نفكره ونضغط عليه شوية لما أنا عارف إن ده هيعمل اكسرسيز أو هيكون في التمرين لكن منه يعني 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 وإحنا عادين مثلا بنذاكر أنا وهو أو اللي حاجة مش هعده أقوله كل شوية اشرب يعني ممكن يبقى الموضوع منفر للطفل أصلا يعني يعني هل نقدر نقول إن فيه فواكه معينة يستحب إن إحنا نقطر منها ممتاز جدا الفواكه ممتازة جدا حتى في واجبة الصباح ممكن نخليها فاكهة عندنا الطمر من الحاجات الجميلة جدا اللي بتمدنا بكمية برضو باور يعني باور وجلوكول بس حاجة كويسة يعني سكر طيب مش سكر شريف فيه ألياف ألياف من السليليوز دي بتعمل على يعني بتساعد على الاستابلتي بتاعة معدل السكر اللي موجود يعني فدي مفيش أي مشكلة منها عندنا العنب مفيش أي مشكلة التين الحاجات كل الحاجات اللي ممكن تدي باور الجوافة البطيخ طبعا ده مهم جدا فيه فصل المليان مية مليان مية محتوى ماء كويس وألياف كويسة ولكن برضو مش عايزين البطيخ والخخ للأطفال لأن برضو في الفترة الأخرانية كان فيه مشاكل كتير من البطيخ والخخ طبعا بيسبب لهم ضيارية وإسهال وكترهم مش كترهم مش يعني مش هما السبب ولكن الكتر بتاعهم بنلاقي الطفل خلاص اعتد على يعني على الحاجة واحدة بطيخ فطول اليوم شغال بطيخ أو طول اليوم شغال خوخ ده طبعا بيسبب طبعا مشكلة للطفل المنجة أملاح المنجة مفيش أي مشكلة ولكن برضو بمقدار بمقدار عشان الأملاح اللي هي اللي موجودة فيها طيب دكتور فيه ناسة بتحبش طعم المية ما بتشربش مية المية ملهاش طعم مبداعي ما بتحبش المية يعني المية السليمة المية السليمة ولا لها طعم ولا لها ريحة ولا لها لون أيهم هم بيحبوا هيش بقى وفي أطفال برضو ما بتفهمش المية بأنها لليها طعم ولا لون ولا ريح ما بيفي مية مش عايزين نشربها وفي أمهات ممكن تعود المية بعصاير مثلاً بأي مشروبات هل المية ليها خلينا نقول تعود يعني ممكن أستبدل المية بحاجة تانية ولو أنا دلوقتي سواء كبار أو أطفال إزاي أقدر أشرب المياة بطريقة حاول أحببها لتنكل الطفل أو أنا أحبها في طرق مثلا أحط فيها فينا تشوف ناس بتحط شرايح لمون تحط فيها شرايح فكهة في ناس بتشرب الـ سباركينج ووتر أو المياة اللي فيها صودا هل دي صحية ولا لا كده يعني يعني تقول لنا بقى فيه أشكال أو طرق للمياة ولا لا بصي في حاجات أنواع كتيرة جدا للمياة هنلاقي الألقالين ووتر هنلاقي المياة اللي هي العادية هنلاقي المية اللي هي فيها ديتوكس هنلاقي يعني أشكال كتيرة جداً للمية ده مفيد بقى ده مفيد والله بصه يعني لحد دلوقتي غير مثبت علمياً أي إفادة لي أن أنا أقطع الفكهة وحطها بإشراها في قلب المية طب ما أنا من الأولى أن أنا أكل الفكهة زي ما هي مفيش أي مشكلة لكن أنا بأكلها كمان بالإشر الإشر ممكن كمان يكون متعرض لمبيدات حشرية فبالتالي أنا يعني بستخلص بقى كل المبيدات الحشرية في قلب هذا الديتوكس فطبعاً بيبقى ما فيش الإفادة اللي هي يعني القوية أن أنا يعني أغامر وعمل الموضوع ده يعني بعيدة عن الإفادة ممكن بعيدة عن موضوع الديتوكس ده في ناس بتعمل كده عشان الطعم أنا ما عنديش مشكلة أن يعني توصلوا المية بأي وسيلة من الوسائل خصوصاً بقى الأم لازم تعلم الأطفال يعني منذ الصغر تعاودوا على طعم المية يعني فيه أمهات بتستنى فترة طويلة جداً عبال طبعاً ما الأم بتبدأ أن هي عبال ما الطفل حلامات تقضون بتاعك تعاودوا على المية بقى لم يعملهاش طعم لا يعني أنا أقصد تعاودوا على شرب المية يعني تعاودوا على شرب المية يعني من بدري مش من حاجة يعني مش يعني مش مؤخراً بس هو وجعلنا من المية كل شيء المية المية نفسها الـ H2O هي ضيع عنصر السؤال يمكن اللي إتجو مانا واردو متفق معها فيه هل ده بيلعب في الخصائص بتاعة المية ولا بيديها لنا بنفس القيمة الغذائية لا هو مش بيلعب في الخصائص الكيميائية بتاعتها هو بيديها لنا بنفس برضو القيمة الغذائية لأن هو مش بيغير في المحتوى المائي هي ستيل مية بس تم إضافة حاجات عليها إضافة حاجات عليها لكن هو مش بيلعب في المحتوى الكيميائي بتاعتها يعني المية بتنظف هي هتوصل مية بتخسس كتر المية مفيد للبشرة هل بقى لو حطيت عليها مثلاً خيار هل حطيت عليها شرايح لمون هل ده بقى حيوصل لي نفس القيمة الغذائية هو مش هيدر يعني ما فيهوش ضرر ولكن احنا بنتكلم علمياً هل هو مثبت علمياً ولا لأ ولأ هو مش مثبت علمياً يعني هو مش مثبت علمياً إن أنا جيب الفكهة وأطع وعمل ديتوكس إن ده هيديني إفادة لا مش هيديني إفادة برضو هي وصلت مية ووصلت فكهة أو وصلت خضار بس يعني ما فيهوش بقى أي حاجة هي تقاليع إحنا بنشوفها فبنطبقها ماشي لو ده هيشجعنا إن إحنا نشرب مية كميات كبيرة ما فيهوش أي مشكلة يعني ما عندناش أي مشكلة دكتور إحنا في صيف صيف يعني مصيف مصيف يعني مكارونا وباني يعني مقليات كتير بقى المقليات في الصيف بتضرر أطفال ولا عادي؟ وطبعاً يمكن كمان إحنا دلوقتي كمان في فترة امتحانات يمكن صيف أوشيط أعتقد الحاجات المقلية يعني مش أصح حاجة يعني محتاجين كمان وجبات خفيفة يعني يعني نبعد عن البناء أو لو خلاص ما فيش أي مفر من البناء فإحنا ممكن فيه حاجة اختراع جديد اسمه الإيرفراير نحط فيه نقطة زيت واحدة هيعمل لنا البناء هيعمل لنا البطاطس هيعمل لنا كل الحاجات دي كل لها ده الإيرفراير؟ آه في الإيرفراير وهيدينا نفس الكواليتي وحاجة صحية جميلة جداً ممكن الأمهات تعتمد عليها بدل يعني بيدينا البطاطس بنفس يعني القيمة الغذائية بتاعتها بنفس الفايدة بتاعتها فيه طبق إحنا المفروض نعمله صباحاً هو زبادي عليه شفان هذا الشفان طبعاً بيحافظ على مستوى السكر ممكن عليه توت أو عنب مفيش أي مشكلة ومعلقة عسل نحل الطبق ده ممكن نحن نعتمد عليه كيمة غذائية عالية جداً هيدي باور للطفل أولينا حتى احنا كأشخاص وهيرايح الجهاز الهضم كمان نعم شكراً يا دكتور دكتور ماروان سلم أخصصها تخزيل علاجية يعني ربما تكلم معنا على القصة المهمة جداً وهي إزاي ناكل في فصل الصيف إزاي نمنع الجفاف في أجسامنا وفي أجسام الأطفال إزاي نحمي نفسنا من أخطار أمراض الصيف عن طريق التغذية السليمة بنقرر شكراً لحضراتكم شكراً للمشاهدة